إنها نبتة جميلة جداً ومعروفة معروفة أكيد يعرفوها المعظم الجزائريين يعني من زمان كانت موجودة هي نبتة القاذفة كما يعرفوها الجزائريين طبعاً اسمها نبتة السجاد لأنه يعني لو انتحى يشبه السجاد عندها ألوان مختلفة نبتة الكوليس هو اسمها العلمي هي نبتة منحضرة من المناطق الاستوائية جنوب آسيا شرق آسيا طبعاً هذه النبتة تعد نبتة زيناء وديكور معروفة عن جزائريين هي نبتة داخلية وخارجية يعني نبتة داخلية نحطها في المنازل وإنما لازم تكون معرضة للهواء معرضة للهواء مش تيار بارد ولكن هواء دافئ وبعيداً عن أشعة الشمس يكون في هذا ساطح جبتي هنا البلاطوليوم كما ركب تشاهدوا مشاهدينا وما تقول ليش ريحانا أنه صدفة جاءت لنفس اللون ونفس القطيفة هي صدفة فيها شميها وجدت لها قبل شميها مش صدفة ما عليش كما قلنا وخارجية تكون نزرعوها في الجنينة ولكن لازم تقسهاش أشعة الشمس تكون مناطق يعني لازم تكون هذي المنطقة المكان اللي نغرسوها فيه يكون ضل يعني مش معرضة للشمس نعم لأنه طبعاً هذه النبتة موجودة في المناطق الاستوائية يعني لازم يكون المناخ معتادل داكو هذه النبتة أيضاً فصل الشتاء لا تحتمل البرودة ما تحتمش البرودة تموت ما تحتمش البرودة وما تحتمش الحرارة في الصيف أشعة الشمس تحرقها خبية سبب احتياراق الأوراق وسقوطها وبتالي رح تموت لكم هذه النبتة ترجمة نانسي قنقر